الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وانا اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم اهلا وسهلا بكم مع حديث جديد وراوي حديث من الصحابة الكرام راوي حديث اليوم صحابي جليل ابن صحابي من البشرين بالجنة ابن صحابية اخو ام المؤمنين اما ابوه فهو الفاروق عمر رضي الله عنه ارضاه واما امه فهي زينب بنت مضعون رضي الله عنها وارضاه واما اخته فهي ام المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها وارضاه اسلم مع ابي وعمره اربع سنوات ثم هاجر الى المدينة رضاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن غزوة بدر وغزوة احد لصغر سنه ثم قبل به في غزوة الخندق وكان عمره خمستاشر سنة رضي الله عنه وارضاه راوي حديث اليوم هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه كان اشبه الناس بابيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وكان ايضا شديد التمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لو سلك طريقا لسلكه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن عبد الله بن عمر وارضاه وجمعنا به مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم آمين والآن مع حديث اليوم الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النقاط المهمة في هذا الحديث الشريف معنى أمرت أن أقاتل الناس المقصود بيها من اعتدى علي من جيوش الكفار دفاعا عن عقدتي وحياتي اختص الحديث بذكر الصلاة والزكاة لأنهم أساس العبادات البدنية والمالية معنى إلا بحق الإسلام يعني لا يقتل إلا من ارتكب إحدى ثلاث القاتل العمد فهذا يقتل قصاصا والزاني المحصن فيقتل حدا والتالك لدينه المفارق للجماعة يقتل حدا بعد أن يستتاب وأخيرا وحسابهم على الله معناه ليس لنا إلا الظاهر والله أعلم كل فترة بيطلع على شاشة التلفزيون واحد مع كتاب البخاري ومسلم وطالع على التلفزيون بيهاجم فيهم بيقول إن الأحاديث دي بتدعو للإرهاب بتدعو القتل الناس طبعا ده عن قلة علم وسوق أدب منه زمان كان مصدر العلم هو إنك تسمع من عالم أو تقرأ في كتاب دلوقت الموضوع بقى أوبن بقى فيه عندنا ميديا فيه عندنا يوتيوب فيه عندنا ساوند كلاود فيه عندنا أدوات كتيرة جدا لو استعملناها حنفهم كل حاجة وحثبت لحضراتكم دلوقتي بالدليل العلمي والعملي إن الناس دي لا تفقى أي شيء وإن غراضها الأساسي هو تضليل للناس البسطة عندنا مثلا الحديث ده فيه تلات نقط تقصف جبهته أول نقطة بتثبت قوة الحديث ده إن الحديث ده متواتر معنى كلمة متواتر إن روايه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من صحابي عدد الصحابة اللي رواوا الحديث ده عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسة عشر صحابي في أكثر من كتاب من كتب السنة النبوية الشريفة تاني نقطة إن الناس بالنسبة للمسلمين تلات أنواع المسلم والمنافق والكافر بالنسبة للمسلم والمنافق فهم يشهدون أن لا إله إلا الله فليس لهم موضع في هذا الحديث واحد دلوقتي يطلع ويقول لي خلاص أنا فهمت أنت تقصد بالناس في الحديث الكفار هقولك لا مقصدش الكفار كلهم الكفار عندنا عدة أقسام فيه المعاهدون والذمي والمستأمنون والمحارب للإسلام المعتدي عليه الكفار أنواع أو أنه هم المعاهدون زي يهود المدينة حين قدم الرسول صلى الله عليه وسلم معاهدهم وكمان زي نصارى نجران والهو دلوقتي بيعرف بمعاهدات السلام وعدم الاعتداء بين الدول وحسن الجوار قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة تاني نوع هو الذمي ودولة هم إخواتنا المسيحيين أو اليهود اللي عايشين معانا في بلدنا وليهم حق المواطنة وحرية الاعتقاد والعبادة وبالمناسبة الإسلام أمنهم على أموالهم وحياتهم قال نبي الرحمة في حقهم من قتل قطيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين عاما تالت نوع هو المستأمن وببساطة ده واحد بينه وبينه حرب وطلب الأمان لدخول بلاد المسلمين ممكن للعلاج أو لأي سبب آخر وانا اديته الأمان يعني اديته تأشيرة الدخول مقدرش أتعرض له وأقول الحرب خدعة لأ لازم أحترم حقه لغاية لما يجادر البلاد فيه سلام آخر نوع هو المحارب والمعتدي واللي هو مقصود بالحديث الشريف ده كمان ليحقوق عند المسلمين قال الله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إن الله لا يحب المعتدين مش مسموح للمسلمين يعتدوا على النساء أو الصبيان أو الشيوخ أثناء حربهم لهؤلاء المعتدون قال الله تعالى أيضا وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ إسلامنا عظيم وسنتنا ما سابتش أي حاجة فاهمني يا بحر المفهومية وآخر نقطة ممكن أي واحد في الثانوية العامة اشرحنا بالتفصيل قاتل على وزن فاعل قاتله على وزن فاعله دي غير أقتل القتل هو سفك الدماء أما قاتل فمعناه الدفاع عن النفس ورد الظلم وده اسمه إسلوب المفاعلة في إسلوب المفاعلة دايما بيكون فيه طرفين مشتركين في الفعل هو أنا والعدو اللقصادي وختاما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لو عايز تعرف الإرهاب الحقيقي ارجع بالتاريخ الورا شوية ارجع كمان شوية في عام 1096 وحتى عام 1291 قامت الحروب الصليبية على بلاد المسلمين ثمان حملات صليبية قترت ما يقارب من 6 ملايين شخص وبعد كده في عام 1492 قامت محاكم التفتيش في أسبانيا وطبعا كان المقصود بها المسلمين اللي في الأندلس وكرتوبة كان قدام المسلمين حل من اتنين التنصر وترك الإسلام أو التعذيب في هذه المحاكم حتى الموت وبعد كده شفنا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية هسيب كل الروابط تحت للي يحب يطلع عليها جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع وآسف جدا على الإطالة يريد كلنا نشارك الفيديو علشان تعم الفائدة ويريد كمان لو نعمل سبسكرايب ولايك وشير للصفحة على اليوتيوب ولو تزوروا صفحتنا على الفيسبوك كل يوم حديث هتلاقوا الروابط تحت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته